سائل كريم يسأل سؤال أيضا مهم قال ما حق بالظن السيء بين الأصدقاء وهل الأولى أن أترك هذا الصديق تجنب لسوء ظنه المحتد أم ماذا يعني أولا سوء الظن لا يجوز ولا يأتي سوء الظن إلا من سيء يعني لا يأتي سوء الظن إلا من سيء لأن الله جعل قال 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 الله تعالى يا الذين أمنوا اجتنبوا يعني من علامات الإيمان اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أجذبوا الحديث فصراحة يعني إن وجدت صديقا كثير سوء الظن فهذا رجل عامله بالحسنة وأرفق به لكنك لا تستمر معه لأن سوء الظن هيؤدي إلى أمور مشحنة صدور وأحقاد وسيكون أمر يعني أصعب مما يكون فالأولى بك ألا تسيء الظن أنت ولا تقارب سيء الظن سوء الظن من خفص النفس سوء الظن من خفص النفس ترجمة نانسي قنقر